عمليات مستمرة تنفذها وحدات الجيش العربي السوري على مختلف الجبهات تكبد التنظيمات الإرهابية خسائر كبيرة مصدر عسكري أكد أن الطيران الحربي استهدفات جمعات الإرهابيين وقضاء على عدد منهم ودمر آليتهم في التمانع كفرين بودة خان شيخون بنش شمارين بريف إدلب على محور ريف حما استهدفات سلاح الجو في الجيش العربي السوري تجمعات الإرهابيين وأوكارهم وقضاء على أعداد منهم في موريك، تل سكيك، شرق وغرب معان، عطشان، تل ترعي، تل الصوان، البويضة بريف حما في الجنوب أكد مصدر عسكري القضاء على أكثر من عشرة إرهابيين من تنظيم داعش الإرهابية وتدمير آليتين باستهداف تجمع لهم في بلدة القصر بريف السويداء الشمالي الشرقي وفي ريف درع الشرقي قضت وحدة من القوات المسلحة على معظم أفراد مجموعة إرهابية كانت تقوم بأعمال التحصين في بلدة نعيمة كما دمرت سيارة بمن فيها من إرهابيين شرق دور المصري في درع البلد في دير الزور تم تدمير مقر لتنظيم داعش الإرهابي في قرية حطلة ومقتل الإرهابيين الذين كانوا بداخله في ضربة نفذها سلاح الجو في الجيش العربي السوري